بسم الله الرحمن الرحيم بتوفيق من رب العالمين تم اليوم نقل ثلاث عمليات قسطرة قلبية من الحالات الصعبة إلى مؤتمر القسطرة الأوروبية ما يعرف باليورو PCR إلى المؤتمر عن طريق البث الحي المباشر لنا الشرف أن نكون مشاركين في هذا المؤتمر كأحد الدول الثلاثة فقط من خارج أوروبا هناك 12 مركز من 9 دول معظمها دول أوروبية وهناك ثلاث مراكز فقط من خارج أوروبا هيئة الصحة ومستشفرات قسم القسطرة بالذات أحد المراكز من خارج أوروبا المراكز الأخرى من سغطورة ومن الصين الحالات التي تم نقلها عبارة عن ثلاث حالات قسطرة قلبية مع أحد لمرضة تختلف أعمارهم بين الثلاثين والستين بانسدادات شرائيين معقدة تم استخدام فيها أحدث التكنولوجيا في زراعة الدعامات وبمساعدة عدة أجهزة منها جهاز الاتفعار وهو قياس فرق ضغط بين الشريعات قبل وبعد الانسداد حتى يحدد أهمية هذا الانسداد ومدى أهمية معالجته بتركيب دعامة وفي هذه الحالة تم تركيب الدعامة الجديدة القابلة للثوبات الجزئية وخلال هذه العمليات طبعا للمؤتمر ثلاث هناك مناقشات تعليمية وكان هناك توضيح لاستخدام هذه التقنيات وهذه الدعامات بصورة step by step أو ليستفيد منها أكثر الناس جديد بالذكر أن هذا يعتبر أكبر مؤتمر قسطرة في العالم الحضور حسب ما أعلموني في باريس يتعدى لعشرين ألف شخص والعمليات نالت على استحسان الحضور وإشادة بما وصلت له هيئة الصحة قسم قسطرة القلب في مستشفى راشد وهذا كله بتوفير من رب العالمين وبدعم القيادة رشيدة وبدعم معاني نادي الكتامي رئيس مدرس لقع شكراً جزيلاً